اشتركوا في القناة القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين قلنا أن لا بد للمحارب من التحرر من هذا الضغط ضغط المال والأهل والولد والعشيرة والمجتمع فمتى ما رأى أن الالتزام بهذه الأمور يعارض التزامه المبدئية في العمل في سبيل الله عز وجل ومحاربة جبهات الضلال والدفاع عن أولياء الله وكسر أعداء الله وفضحهم وتعريتهم وجب أن يقدم جهاده لأنه رجل محارب نذر نفسه لكي يحارب من حارب الله ورسوله وأولياءه أما أهله وولده فلا ينبغي أن يكون أكثر شغله بهم نحن بطبيعة الحال لا نقول لا تنشغل بهم بالعكس عليك أن تنشغل بهم أن توفر لهم الحياة الكريمة أن توفر لهم المستقبل المشرق وأهم مستقبل هو المستقبل الديني فلو كنت تحرص جيدا على مستقبلهم الديني لهاجرت بهم إلى حيث هذه الأجواء مثلا حتى تضمن مستقبلهم فإن هذه الأجواء أجواء إيمانية جهادية تربي الطفل من صغره على أن يكون جنديا تحت راية إمامه إمام العصر صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف لا نقول لا تنشغل بهم انشغل ولكن لا تجعل أكثر شغلك به أكثر همك به يجب أن يكون أكثر شغلك وهمك بمحمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام وإلا فلا معنى لما تخاطبهم به في الزيارات المتكثرة حين تقول بأبي أنتم بأبي أنتم وولدي ونفسي وأهلي ومالي بأبي أنتم وأمي ما معنى ذلك ما معنى أنك تفديهم أو تفديهم بكل ما هو عزيز عليك معنى ذلك أنك تجعل اهتمامك أكثره وشغلك أكثره بهم لا بهؤلاء الأعزاء وإن كانوا أعزاء يبدو أن بعضا من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما تحرروا من هذا القيد لذا كان أمير المؤمنين عليه السلام ينصحهم وذلك في نهج البلاغة الشريف اقرأوا برقم 342 يقول وقال عليه السلام لبعض أصحابه لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله لماذا وجه أمير المؤمنين عليه السلام هذه الكلمة لذلك الرجل من أصحابه لا محالة أنه لم يتحرر من هذا القيد فرأى منه تقصيرا في سوح الجهاد في سوح العمل وأنتم تعلمون أن مرحلة وعهد أمير المؤمنين عليه السلام كانت تموج بالحروب ولذا يجب أن ينصب اهتمام الجميع وشغله على الانتصار في هذه الحروب فإذا ما نازعته نفسه إلى أهله وولده وصار أكثر همه وشغله بهم قصر في تلك الميادي والظاهر أن هذا ما حصل ومما عانى منه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا بد للمحارب من أن يتحرر من هذا القيد وإلا لن ينتصر عليه أن يطمئن على أولاده على أسرته وعلى مستقبلهم بأن يوكل أمرهم إلى الله تعالى يفعل ما عليه من تأمين احتياجاتهم ومعيشتهم ولكن لا إلى الحد الذي يجعله قليل الثقة بالله ضعيف الثقة بالله كيف يتجلى هذا؟ كيف تتجلى أو تتضح أو تظهر أو يظهر هذا الضعف ضعف الثقة؟ نعوذ بالله بأن يرى نفسه بالفعل مطلوبا منه بحسب مقتضيات المرحلة أن يهاجر مثلا وأن يحارب وأن يتقدم وأن يعمل في سبيل الله عز وجل ولكنه يتراجع بدعوة ويا ليت أن تكون الدعوى أنه سينقطع رزق أبنائي لا سيفقد أبنائي بعضا من الامتيازات التي اعتادوا عليها في بلادهم سأتيهم إلى بلاد غربة والصعوبة ولازم من هنا يبدون من جديد وما أدري كذا هناك هذاك أنا موصل لهالمقام وهذاك إلى تلك المرحلة وأهلي ما تتحمل أن تأتي إلى هذه البلاد لأنها تعيش معها تريد تكون قريبة من أمها من أبوها من أخواتها من أخوانها من ما أدري أصد صديقاتها وأحيانا أنا من نفسي معتاد على الوضع هناك فيعني وين أجي أبدي هنا وأعيش حياة اللاجئين وأحيش حياة المادري حياتكم هذه حياة اللي يعني الناس الفقرى يعني كما يقال هذا ضعف يقين ضعف ثقة بالله عز وجل لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه الله وين راح الله موجود من شنو تخاف الله حين يرى منك أنك بالفعل تركت الدنيا وبعتها من أجله من أجل الجهاد في سبيله الجهاد بالكلمة الحرة الصادقة هداية الناس إلى دينه تكثير عدد شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الدفاع عن الزهراء صلوات الله عليها فضح أعدائها لعنات الله عليهم الله حين يرى منك هذه النية الصادقة أتراه لن يكافئك في أولادك في أسرتك فيتكفل بهم هل سيضيعهم الله هذا ضعف يقين منك بالله عز وجل ضعف إيمان إن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله خلص خصوصا بعض الناس يقولون نحن هاي ذولة أبنائنا كبروا ومع الأسف طلعوا منحارفين فسق مهما حاولنا وياهم ما فاد خلص يا أخي ما همك وشغلك بأعداء الله تركه ولكن أن تأدي وظيفتك لا تكن ذا أذن صماء كأنها لا تسمع نداء الزهراء عليه السلام إن الزهراء ذهبت إلى بيوت الأنصار المهاجرين والأنصار طرقت أبوابهم بعد السقيفة تطلب نصرتهم فماذا فعلوا؟ حسبوا هذه الحسابات التي تحسبها أنت تحتسبها أنت حسبوا هذه الحسابات فتخلوا عن الزهراء وخذلوها عليها الصلاة والسلام هؤلاء أيضاً أو أولئك أيضاً كانت لهم حساباتهم أيضاً الأسرية الاجتماعية الوظيفية التجارية ورأوا أنهم إن انطلقوا في نصرة الزهراء عليه السلام سيخسرون شيئاً من هذا ما أرادوا هذه التضحية وهذه الخسارة؟ أرادوا العيش المرفه والعيش المرفه كان مع أبي بكر لعنه الله سيطر أبو بكر على الأوضاع واشترى ذمامهم نقلت لكم سابقاً كيف أن الزهراء عليه السلام لما خطبت خطبتها الفدكية الاحتجاجية على أبي بكر أثرت في نفوس الناس الذين كانوا في المسجد النبوي الشريف حتى بكوا وأجهشوا في البكاء الروايات هكذا تقول واضطرب حال أبي بكر أصلاً كان يخاف من أنهم فجأة إذا واحد كان قايم يمكن صرخ صرخة وقال لبيك يا زهراء لعله أشهرت السيوف وبنفس اللحظة هذه أجهزوا على أبي بكر وعزلوه وانقضت السقيفة إلى الأبد شوفش قد كنا مرتاحين لو واحد بس قايم يمكن لأنه المشاعر كانت جياشة ملتهبة على أبي بكر خطبة الزهراء كانت بليغة وعرت أبا بكر وأمرت بجهاده لما استشهدت بقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر ما الذي حصل كيف أخمد أبو بكر كل هذه المشاعر ما إن انتهت الخطبة الشريفة إلا أرهب القوم من جهة وثم قال والآن اغدوا إلى أعطياتكم روحوا إلى بيت المال وقبضوا فلوس وبالفعل الروايات تقول خرجوا بأجمعهم كلهم كل واحد مسح دموعة وانتهى لأنه الشغلة صار بيها فلوس دولارات دنانير باونات بس صارت فلوس أمام عينها راح خلاص نسى الزهراء واللي أكل واللي ما أكل من تظن نفسك أنت الآن قد تلعن هؤلاء وتحتقرهم وتذمهم وتقول ما أقبحهم سواد وجوه ما أحقرهم ما أنذلهم ركضوا وراء المال وتركوا الزهراء عليه السلام وما أدرك أنك لست من صنفهم نعوذ بالله وأنت لا تشعر إذا كنت تحسب هذه الحسابات تقول تجارتي ووظيفتي وما أدري وين وعايش بلدي ومعزز ومكرم كل هذا لازم أضحي به حتى أجي عندكم أنصر الزهراء عليه السلام أنت راجع نفسك أولا منت مثل ما عندك حسابات الآن وتبرر لنفسك القعود عن الجهاد وعن العمل الصادق في سبيل أهل البيت عليهم والسلام والدفاع عنهم أولئك أيضا كانت لهم نفس حساباتك هذه في ذلك الزمان بحسب ظروف ذلك الزمان نفس الشيء أنت لا تريد خسارة المعاش الذي تعطيك إياها الحكومة الكذائية الخليجية اللي أنت عايش مثلا في فيها أو في البلد الذي تحكمه واصل إلى هذا المنصب واصل إلى هذا المقام أنت ما تريد ضحبه أولئك أيضا ما كانوا يريدون أن يضحوا بما لديهم المسألة واضحة إخواني إنه صراع بين الرغبات الدنيوية والمعيشية وحتى قضايا الأهل والولاد وبين نصرة الحق وأهله والقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليك أن تتحرر من هذا الضغط ومن هذا القيد عليك أن تتحرر من ضغط وقيد الأهل والولد ولذا أنتم لاحظوا في الصحيفة السجادية في دعاء إمامنا وسيدنا زين العابدين عليه الصلاة والسلام لأهل الثغور المجاهدين بماذا يدعو لهم دعونا نقرأ يقول عليه السلام اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه شوفوا دقة العبارة وأنسه ذكر الأهل والولد الإمام يدعو لهؤلاء المجاهدين المحاربين بأن ماذا بأن ينسوا أهلهم وأولادهم وأن يطفئ الله حرارة الشوق في قلوبه لماذا لأنهم بصراحة إن لم ينسوا أهلهم وأولادهم لن يجاهدوا لن يجاهدوا هذا هو الواقع نحن لا نقول لك تعال وأنسى أهلك وأولادك فتركهم إلى الضياع نحن نقول خذهم معك بعضهم بعض إخواننا لا يستطيعون أن يأخذوا أبناءهم معهم مثلا كل واحد صار كبير ومتزوج ومحصل له وظيفة محصل لك هذا وما يريد يجي لا يجي خلص بعد أنت عليك أنت أديت ما عليك تعال إلى هاهنا اقضي بقية عمرك في الجهاد أنت محارب شعارك حرب لمن حاربهم عليهم السلام نذرت نفسك لهذا خاصة إذا كنت من أهل العلم خاصة إذا كنت من أهل الكفاءة خاصة إذا كنت من الأناس الذين يعتمد عليهم لك مهارات حتى وإن كانت مهارات كما قلنا يدوية أحيانا في الإنتاج فيما أدري التصميم ومشاكل على سبيل المثال لماذا تفشل أنت وغيرك ينجح إخواني إن الذين هاجروا إلينا وأنا دائما أتكلم أحاول أن أتكلم ببعض القصص التي نحن عايشناها بعض هذه القصص بعض هذه الوقاع التي نحن رأيناها كأمثلة معاصرة وواقعية في زماننا إن الذين هاجروا إلينا وعملوا على صنفين صنف استطاع أن يتكيف مع هذه الحياة الجديدة بصعوباتها حتى نجح نجاحا باهرا أو مبهرا وصارت حياته نستطيع أن نقول إنها تقترب من المثالية لأنه فوض أمره إلى الله تبارك وتعالى وفوض أمر أهله وولده إلى الله تبارك وتعالى إلى إمامه الذي يرعاه ويرعى أهله وولده وأقاربه وكل من يعيله إنه هذا الإمام روحي فداه ولي العصر الحجة بن الحسن المهدي عليهم الصلاة والسلام أترونه بعيداً عن رعايتكم وهو الذي يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم كلا وحاشا فنجح هذا الصنف تكيفوا مع الوضع الجديد مع الحياة الجديدة وعاشوا هم وأبناؤهم ها هنا بمنتهى القناعة والتواضع والأنس وارتفعت عنهم كل وحشة وحشة فراق باقي أهلهم وحشة الوطن فراق الوطن الأجواء الجديدة هذه التي هم غير معتادين عليها وضحوا حتى بتجارتهم مناصبهم وظائفهم أعمالهم ما خشوا كسادها رحت قالت خلص مو مشكلة حادي انضحي بها كان لبعضهم مناصب مهمة في بلادهم مناصب مرموقة ومعاشات جيدة ومرتاحين وجاءوا هاهنا وقد انتقصت حضوظهم الدنيوية من المال من المعيشة من المسكن طبيعة المسكن ولكنهم حققوا انجازات هائلة بحمد الله تعالى في تطوير هذا العمل وهداية الناس أكثر وإرشادهم أكثر فاستنقذوا أناسا من الضلالة هذه هي النعمة حقا هذا هو العيش حقا هل العيش إلا هكذا إخواني لما جاء ناسا من الكوفة إلى إمامنا الصادق عليه السلام قال لهم ما مضمونه أتجلسون وتتحدثون وتتولون من شئتم وتتبرؤون من من شئتم قالوا بلى فقال عليه السلام وهل العيش إلا هكذا المعيش بدون عمل في سبيل الولاية والبراءة معيش أصلا معيش هذه هي النعمة الحقيقية هذه هي المسر الحقيقية وهذا هو الربح الحقيقي شوي غيروا من نمط تفكيركم غيروا من أفكاركم نظرتكم إلى الحياة هذه الحياة متسوى شيء إلا أن ينذر ينذر الإنسان نفسه لله عز وجل لأن المستقبل هو المستقبل الآخر الذي ينتظرنا مستقبل الجنة هذا الذي نريد أن نصل إليه فعلى ما نخشى على أولادنا وذريتنا وأهلنا إن الله تعالى سيلحقهم بنا في الجنة ما دمنا سرنا في هذا الطريق حتى وانضحينا بشيء من الدنيا وحطامها شنو المشكلة يقول الله سبحانه في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ أي ما أنقصناهم من حضوظهم من أعمالهم هذه من شيء كل مرئم بما كسب رهين هب أننا ننقطع عن بعض أهلنا وولدنا في حياتنا هذه فكانوا هم في شرق الأرض ونحن في غربها لأننا نذرنا أنفسنا لأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هب أن الأمر هكذا علينا أن لا نستوحش وأن لا نرتع من ذلك أو نرتع فإن الله عز وجل سيلحقهم بنا في الجنة ما هي إلا سنوات على أننا في زماننا هذا بفعل وسائل التكنولوجيا والتواصل يستطيع الإنسان أن يرى أهله وولده ببث مباشر عن طريق هذه الأجهزة وعن طريق هذه الهواتف الذكية فالمهم هو أن نتحرر من هذا القيد ونكسره وأن نتحرر ونكسره ونتحرر من ضغط الأهل والولد إذا ما أردنا أن نلبي نداء الجهاد هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر